ردا على محاولات الجزائر واللوبيات الداعمة لها في الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل التراجع عن القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء ردا على ذلك قال المبعوث الأمريكي الأسبق للشرق الأوسط جايسون جرين بلات إنه لا يعتقد أن تردخ إدارة الرئيس جو بايدن لهذه الضغوط من الواضح أن الرئيس بايدن غير راض على الكثير من سياسات الرئيس ترامب أو إداراته وهو يقوم بإلغاء الكثير منها لكنني أتوقع أنه لن يلغي قرار الاعتراف بالصحراء وما أستطيع قوله أنه سيكون قرارا جد متهور لو تم إلغاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء فالمغرب حليف استراتيجي كبير وقوي وصديق للولايات المتحدة الأمريكية وقرار الرئيس ترامب كان قرارا هاما بدعم الخطة الواقعية التي تقدم بها المغرب في مصلحة المنطقة وأتمنى أن لا ينساق الرئيس بايدن وراء الأصوات التي تدفعه لإلغاء هذا القرار التاريخي هناك أصوات في الكونغرس وأغلبهم تحركهم أهداف سياسية وآخرون تحركهم جماعات الضغط وبعضهم إما لا يدركون المشكل أو لديهم مصالح أخرى للأسف أدركت خلال عملي بالبيت الأبيض أن هناك قاعدة متبعة وهي أن القرارات التي يجيب اتباعها هي قرارات تقليدية متدولة نعم لم يكن هناك تقليد قبل ترامب بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء أو كما تسمى غلطا بالصحراء الغربية لكن كون الأمر كان ساريا قبل ترامب لا يعني أنه هو القرار الصحيح جاء الوقت لكي تتحرك المنطقة نحو الأمام فقد فشلت سنوات من الدبلوماسية وهذا لا يعني أن الحل مستحيل وعلى الأطراف الجلوس على الطاولة والعمل على إيجاد نتائج إيجابية ولكن إلغاء الاعتراف الأمريكي لن يقرب الأطراف لبعضها البعض وبالتأكيد لن يحسن من أوضاع المقيمين هناك ولن يساهم في دعم جهود المغرب الاستثمارية الضرورية في المنطقة وبالتالي فإلغاء القرار فقط بداع الإلغاء لن يؤتي أي تنتيجة